اشتركوا في القناة ومن اللي تنتخب يغبروا ما يبانش لنا حتى انتخابات الجاية بحال كما قال المالك في الخطة بالأخر ديالو وهذا الشي على شخص تقلبي وتشوفي مزيان لمن غادي تعطي صوتك؟ في الحقيقة أنا مش حال هادف قط الأمل في انتخابات أنها تقدر تغير هاد البلد الأحسن علاش هاد الهضراء؟ هاد الشي ماشي صحيح حيث الانتخابات هي الخطوة اللولة الديمقراطية احنا كنختاروا بنفسنا شكل يخدمنا وشكل يشوف مصالحنا؟ ولكن شوفي ها أنا مسيحية وعمر هاد الانتخابات ما دارك ليا شي حاجة في الحقوق ديالك مسيحية شوفي تكوني مسيحية حاجة تنتخبي على أساس أنك مواطنة حاجة أخرى بحالاش ايوا فهميني؟ انتي من اللي كتمشي تنتخبي على المرشح في الدائرة ديالك كتكوني كتمارسي حقك كمواطنة مغربية كنت مثل ما ولا لا؟ المهم أنك بغي تشوفي الدائرة والحي وحتى الزنقى ديالك مقدين الطرق المصاوبين ممرت الرجلين كينين والطرطوارات والسبتر الخلاصة قيع المرافق الضرورية اللي كيحتاجها المواطن باش يعيش حياة مزيانة ايه أنا متفق على هاد شي ولكن من اللي كنشوف أن جزء من هاد المرافق الضرورية هو البني ديال جامع في الحي فالحقيقة كنقول علاش حتى أنا ما عندي شي بلاسة ولا كنيسة فين نقدر نعبد الله ودا بنتي يا خديتي الحقوق الخرى بقي لك غير الكنيسة قالوا أشخص كالعريان خاصني خاتمة مولاي علاش وبعدين يكون عندك اعتراف قانوني بالمسيحيين المغربة اللي كينين في المغرب وتعطاهم حقهم في التواجد ممارسة شعائرهم الدينية بالجهر وماشي في الخفا وعاد فكري في البني ديالشي كانيسة ولا بلاسة قانوني فيني تجمعوا المسيحيين ويعبدوا السيدة ربي هادي كينة ايه عندك الحق واش انتخبتي بعده ولا ما زال ما مقتنعاش بالانتخابات أصلا؟ في الحقيقة انتخبت انتخبت بالصح يو اقولي لي علامن وخاهد الحزب بعيد على التوجه ديالي ولكن من اللي كنشوف مصداقيتهم وخدمتهم في الأرض كنقول بعدها هادو بعدها خدامنش شوين مزيين وواضحين هوا دا بهدرتي قبل ما تطلبي حقك ديني واجبك ومنبعد طالبي بحقوقك بالصح هادي كينة وفي الحقيقة هادشي كي ضوخ وارح قالوا ناس زمان اللي داخل يشد لرد وديما مسيحية ومغربية تلموت اشتركوا في القناة